شوفوا معاي جمالية اللغة وقوة اللهجة من أهم المفردات اللي احتار فيها علماء اللغة والدارسين فيها كلمة طاح الجذر طاح طا ألف حا طاح كلمة اختزلت الكثير من الكلمات بين ثناياها واختصرت الكثير من المعاني وصحلت علينا الكلام والتعبير فمثلا نقول الطاح الولد يعني وقع بنقول الطاح عن الدرج يعني نزل الدرج بنقول الطيح علي جاي يعني تعال جاي بنقول طاح الأكل يعني نضج طاح الشاي يعني صار جهز للشرب الطاحة القهوة يعني صحوا هنا ارتشف صباحا وهكذا ومن أهم الاستعمالات لكلمة طاح بنقول طاحة صميلته او يطيح صميلتك اي يذهب عنك القوة والبأس ويعني يذهب هيبتك امام الناس فمثلا بنقول بجملة مفيدة طاحة صميلة الجيش الذي لا يقهر بمعنى انه ذهب عنه القوة وبينت خوازيقه واتبعثرت هيبتهم قدام الأمم وخلي الخوارزميات تنفعكو